نناقش تطورات الساعات الأخيرة ومال قادم خلال الساعات المقبلة أيضا مع ضيفتنا من رامالة الكاتبة الصحفية نور عودي أستاذ نور أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية هل ما يضمن اليوم نجاح هذه الهدنة المنتظرة أنا أعتقد أن الظروف الدولية والإقليمية ستشجع على الالتزام بهذه الهدنة وربما حتى تمديدها لبضعة أيام لما يتخطى الأربع أيام المعلن عنها الآن ولكن هذه خطوة أولى وهي استراحة محارب كما يقال ل2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة الآن وكل ما سيتدفق من المساعدات لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات المطلوب هو العمل على وقف كامل لإطلاق النار على انتهاء هذا العدوان والتقاط النفس وفتح أفق سياسي حتى لا تكون هذه الحرب يعني لا يكون سهلا العودة لمثل هذه الحرب الطاحنة هل الأسباب التي أخرت تطبيق هذه الهدنة ساعات أستاذ نور يمكن القول أنها قد زالت تماما؟ يعني شوفي هو الظروف معقدة للغاية يعني للوصول لهذه الهدنة وأنا برأيي تسميتها هدنة إنسانية يعني في ظلم للعمل الإنساني لأنه ما في شيء إنساني على وقف يعني وقف العدوان ومن ثم العودة له وكأن شيئا لم يكن بكل الأحوال في عوامل سياسية كثيرة تلعب دورا مهما في هذه الحوارات أهمها برأيي هو العامل الإسرائيلي والحكومة الحالية بتركيبتها اليمينية المتطرفة وهو برئيس وزراءها النرجسي الذي يواجه خطر العزل بعد الحرب يريد لهذا العدوان أن يستمر ويعني بالنسبة له موضوع إطلاق صراحي المحتجزين في قطاع غزة أنا برأيي موضوع ثانوي وهو لم يذعن له إلا بعد ستة أسابيع هو يريد إنقاذ حياة السياسية ويرى أن الدم الفلسطيني هو طريقه للخلاص وهذه أزمة حقيقية لذلك مطلوب ضغط دولي حقيقي لتغيير المعادلة وإلا سيطول أمد هذا العدوان بكل أسر وكنا قد لمسنا ذلك سيدا نور بطبعة الحال في التصريحات الإسرائيلية وفي تساؤل كبير اليوم حول الضغوطات لربما الأمريكية التي نجحت في إقناع نتنياهو حقيقة بقبول هذه الهدنة هل يمكن أن نفهم المشهد إذا ما نظرنا لربما إلى هذه الضغوطات ما الذي أقنع برأيك هل هو اليوم يعيش فشلا داخليا دريعا يجبره اليوم على قبول هذه الضغوطات يعني نتنياهو يواجه أزمة هذا يعني بدون شك أزمة داخلية حقيقية هو من ناحية يقود حربا داخل ائتلاف غير متماسك كل عناصر الائتلاف تريد أن تسجل النقاط على حسابه أخذة بعين الاعتبار أنهم سيذهبون إلى انتخابات ما بعد الحرب ولا أحد يريد أن يسقط مع نتنياهو ومن ناحية أخرى هناك طبعا عائلات المحتجزين الذين يريدون إطلاق صراح ذويهم من قطاع غزة بالتالي في عدة عوامل وهناك الإدارة الأمريكية التي بصراحة يعني كان موقفها فاقدا لأي توازن ولأي عقلانية سياسية في البداية ومن ثم يعني التصرف الإسرائيلي والجموح الإسرائيلي والعنف والإجرام الذي رأيناه بالإضافة إلى القلق الأوروبي المتعاظم يعني أعتقد دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم الطريقة التي تتعامل بها وبذل بعض من الجهود أنا برأيي يمكن للإدارة الأمريكية أن تبذل أكثر بكثير من ذلك وهي تتمتع بقدرة على الضغط على يعني إسرائيل لا يضاهيها فيها أي دولة فممكن للولايات المتحدة أن تلعب دور أفضل باتجاه وقف اطلاق النار لسنا هناك بعد لكن أنا برأيي حتى العوامل الداخلية أمريكيا يعني ستساهم في دفع إدارة بايدن في الاتجاه الصحيح هناك مخاوف من السيناريو الآخر أستاذ نور هناك يعني مخاوف من التصريحات الأخيرة التي خرجت عن وزير الدفاع الإسرائيلي والتي يؤكد فيها أن مبعد هذه الهدنة سيكون قاسيا جدا على قطاع غزة والآن تصريحات أيضا من الجيش الإسرائيلي بأكد فيها أنه ليتم السماح أبدا بدخول أي شخص من الجنوب نحو الشمال خلال هذه الهدنة ما الذي يتوقع بعد انتهائها؟ سوفي إسرائيل رسخت بعض الأمور الخطيرة ليس فقط فلسطينيا وإنما دوليا إسرائيل رسخت أن القانون الدولي الإنساني لا مكان له الآن في الاعتبارات والعالم وأوروبا والولايات المتحدة ساهمت وكانت شريكة في ذلك وستندم على ذلك فيما بعد رأينا إسرائيل تحطم كل مقاومات الحياة في شمال قطاع غزة والآن تتحدث عن هجوم على جنوب قطاع غزة وهذا سيكون بكل تأكيد كارثي بكل المقاييس نحن الآن في كارثة إنسانية غير مسبوقة بحسب كل المؤسسات التي تعنى بالشأن الإنساني والتي تعمل في أماكن حروب والنزاعات القطاع غزة هو أخطر مكان أخطر بقعة في العالم على الأطفال حاليا بسبب هذا العدوان وهذه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ما بعد الهدنة وإذا لم يكن هناك ضغط دولي حقيقي سيكون بكل تأكيد هناك تصعيد إسرائيلي أكثر وجرائم أكثر تشمل الجنوب كما تشمل الشمال وهذا يعني أنا برأيي سيعيدنا إلى المخاوف المركزية وهي أن الخطة الأساسية الإسرائيلية هي التهجير وليس فقط العدوان والتدمير لكن أستاذ نور إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه الضغوطات ونحن نتحدث قبل ساعات قليلة من بدء سريان هذه الهدنة استهداف مباشر لمدرسة تابعة للأنروا وبالتالي تأكيد من خلال هذه التطورات أن إسرائيل لا تأبه لكل هذه الضغوطات المستمرة فيه انفصام متابع اليوم صحيح معاك فيه انفصام ولكن أنا برأيي لحد الآن إحنا ما شفنا ضغط حقيقي على إسرائيل يعني الذخائر التي تستمر في الوصول للموانئ الإسرائيلية يمكن أن تتوقف مثلا العلاقات الاقتصادية المميزة مع إسرائيل يمكن أن تتأثر هناك الكثير من السبل للدول يمكن أن تساهم في الضغط على إسرائيل لوقف العدوان يعني الدول ليست عاجزة أنا برأيي الكارثة هي أن الدول حتى الآن لم تتخذ القرار بأن تضغط على إسرائيل لوقف العدوان والسؤال الأكبر من لم يتخذ القرار خلال 48 يوما يا أستاذ أنور سيتخذها الآن بعد الاتفاق على هدنة ستدخل المزيد من المساعدات إلى القطاع وتعطي نفسا جديدا ولو هذا النفس القليل يعني تعطي نفسا جديدا لأبنائه اليوم شوفي الضغط الشعبي في العواصم يعني حول العالم أنا برأيي سيكون له أثر ولكن هذا موضوع يعني بده شغل كتير بده شغل سياسي من الجميع حتى نصل لمرحلة الضغط الدولي اللازم لوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية يعني ما لن يكون الأمر سهلا بدون عمل عربي وإسلامي ودولي حقيقي وضغط حقيقي سيكون من الصعب وقف هذا العدوان يعني الشعب الفلسطيني مش رح يتبخر يعني موجود رغم كل المآسي وكل المجازر موجود ومصر وما زال هناك مئات الآلاف موجودين في شمال قطاع غزة رغم أنه لم يصلهم قطرة ماء منذ حوالي خمسين يوم ولم يصلهم أي إمداد من الطعام منذ حوالي خمسين يوم ولكن يعني كمان الفلسطيني مش كائن خارق ومش كائن سوبرهيرو وهو بشر ولحمه دم ويفترض أنه في عمل سياسي موازي للضغط لموازنة هذا العدوان المتوحش وفي مصالح يعني في لغة مصالح يمكن الاعتماد عليها للدفع بالاتجاه السليم يعني نأمل أنه في هذه الأيام من الهدوء يكون هناك أفق سياسي في هذا الاتجاه وإلا يعني أنا أتفق أنه نحن مقبلون على فترة صعبة للغاية للأسف شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية نور عودي على المشاركة معنا الليلة من رمالله